اشتركوا في القناة الباسورد بتكتب البيانات دي بتبقى انت ودوس اشترك كده اصبحت انت ليك صفحة على الاي باي الصفحة اللي بعدها هتلاقي كلمة اشترك فوق بتدوس عليه تسجيل دخول كده يبقى انت مشترك جوه اي باي الصفحة اللي بعدها هيقابلك تحت خالص انت عايز ايه اخر حاجة مكتوب يبيع او بيع بتدوس عليها بفترك الصفحة اللي بعدها في علامة زرقة في النص strength بتكتب فيها الحاجة اللي انت عايز تبيعها انت عايز تبيع ايه بتكتب مسلا عملة مصرية بتكتب ريال بتكتب ساعة بتكتب العملة اللي انت عايز تبيعها بقى بتكتب العملة بيديلك بعد كده الصفحة اللي بعدها طريقة الشحن يعني هتبعت هالي ازاي انت هتبعت هالي ازاي اذا تم البيع يعني بتختار طريقا للشحن بالضرورة يكون عندك حساب بنكي عشانا ما بتشحن انت العملة الفلوس اللي انت بتبيع بيها بتحولك على حسابك ففيه طرق للشحن طبعا مش وقتها دلوقتي نتكلم على طرق الشحن بس على الاقل انت عرفت ازاي تعمل حساب على الاي بي وازاي تعمل تسجيل دخول وازاي يبقى لك صفحة هيقابلك شخص كده لما تدوس على ايدي صفحتك بيفتح لك الصفحة بتبني الصفحة بتاعتك انا قلت اقول لكم وصباح الفل عليكم ويلا بينا نعمل حساب على الاي بي صفحة الفل عليكم